بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب برنامج ماجستير الإعلام الرقمي بجامعة الجميع الزكية أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السابعة من مكرر introduction to digital media أو مقدمة في الإعلام الرقمي والتي تحمل عنوان collaborative digital media أو ما يعرف بالإعلام الرقمي التعاوني أو التشاركي أي بمعنى المنتجات الإعلامية الرقمية التي يشارك فيها المستخدمون كالعادة في كل مرة بنؤكد على فكرة تنوع أشكال الإعلام الرقمي المختلفة والتي تختلف عن وسائل الإعلام التقليدية كما ذكرنا في المحضرات السابقة في عدة أوجه أولها أن الإعلام الرقمي بيعتمد على الكود الرقمي السنائي المتكون من وان أند زيرو وهو يختلف عن نظام الوسائل الإعلام التقليدية التي كانت تعمل وفق النظام التماسولي أو التناظولي الأنالوج ميديا تحدثنا منذ بداية رحلتنا التعليمية في عدة أمور أولها فكرة المصطلحات المرتبطة بالإعلام الرقمي وبالبيئة الرقمية التي يشكل الإعلام الرقمي جزء منها زي الميتاتيزيشن أو الوسيط نفسه بمعنى أن مختلف أنشطة الإنسانية أصبحت تعتمد على استخدام وسيط رقمي في مختلف أنشطاتنا اليومية والأمر الآخر اللي تحدثنا فيه هو أن ظهور وسائل الإعلام الجديدة لا يلغي وسائل الإعلام التقليدية متمثلة في الراديو والصحف الورقية والتلفزيون ولكن ما يحدث هو بمعنى إعادة تقديم نفس المحتويات ولكن فيه شكل الوسيط الرقمي الحديث تحدثنا أيضا عن خصائص الإعلام الرقمي وأبرزها أنه إعلام بمعنى أنه مالتي ميديا بيجمع ما بين أو بيدمج ما بين الوسائط المتنوعة النصوص والفيديو والصور والمحتويات الصوتية الأمر الآخر أنه إعلام بمعنى أنه بيعتمد على استخدام النصوص الفائقة والروابط الفائقة للربط ما بين مختلف المواقع التي تتناول نفس ذات الموضوع أيضا أنه إعلام واسع نتيجة انتشار استخدام الحواسب الألية والهواتف المحمولة وبالطبع خدمة الإنترنت في يد مختلف المستخدمين الأمر الآخر أنه إعلام الجريزماتيك أو خوارزمي بمعنى أنه يعمل بناء على برمجيات تقوم بتتبع سلوكيات وتفعالات المستخدمين وتحويلها إلى داتا أو بيانات حتى تستطيع تقديم الخدمات المرتبطة باهتمامتهم وأيضا الإعلانات المستهدفة وبالتالي تحقيق الأرباح تحدثنا أيضا عن أن الإعلام الرقمي والبرمجيات المرتبطة هي سريعة التغير وسريعة التجدد طوال الوقت خلافا لوسائل الإعلام الأخرى تحدثنا أيضا عن أحد أهم الأشكال المرتبطة بالبيئة الرقمية وهو مصطلح أو مجتمع المعلومات والذكرنا أنه مجتمع هو قائم على فكرة إنتاج وإدارة المعلومات والذكر بتشكل فيه المعلومات هي المادة الخام وهي مصدر السلطة والصروة ودللنا على ذلك بأنه أسرياء العالم في العصر الحالي هم من يعملون في مجال تكنولوجيا الاتصارات والمعلومات زي مارك زوكربيرغ وبيل جيتس وخلافه تحدثنا أيضا عن حقوق الملكة الفكرية والتي ظهرت لحماية المنتجات اللي بنقول عليها منتجات غير ملموسة أو حقوق المؤلف اللي بتحمي الأعمال الإبداعية المتنوعة وأيضا التريد ماركس أو العلامات التجارية وأخيرا براءات الاختراع الخاصة مثل الشرائح الإلكترونية أو الشاشات التي تعمل باللمس وخلافه تحدثنا أيضا عن النظام الاقتصادي المرتبط بمجتمع المعلومات وقلنا أنه بيعتمد على المعلومات وأنه شبكي بمعنى أنه بيعتمد أنه اللي بتدير هذه المواقع والمؤسسات الإعلامية الرقمية هي مالتي ناشونال أو شركات متعددة الجنسيات ولذلك هو أيضا بيوصف بأنه اقتصاد عالمي ويرتبط بما يعرف بالجلوبال كونسيومر كالتشر أو ثقافة الاستهلاك العالمية بمعنى أنه واللي مرتبطة في الأساس بمصطلح العولمة أنه نلغي كافة القيود ويعني الحدود ما بين الدول والمجتمعات المختلفة وبالتالي أصبح يعني الأشخاص من مختلف الجنسيات والدول بيستخدموا نفس المنتجات العالمية ونفس مواقع التواصل ويرتدوا نفس الملابس ونفس المركات العالمية وخلافه وهو الهدف الرئيسي من فكرة العولمة أيضا في إطار حدثنا أكدنا على أن فكرة دراسة الإعلام الرقمي هي دراسات بينية بمعنى أنها مرتبطة بمختلف العلوم الأخرى ولذلك طوال الوقت بندرس علاقة الإعلام الرقمي بالسياقات المحيطة سواء السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية فتناولنا بالتفصيل علاقة ما بين التكنولوجيا والمجتمع أو الإعلام الرقمي والمجتمع وقلنا أن هناك توجهين توجه أول ويعرف بالحتمية التكنولوجية والذي يرى أن التكنولوجيا هي التي تؤثر على تطور المجتمع ثم البناء الاجتماعي للتكنولوجيا وهو وجهة النظر الأخرى التي ترى على العكس أن العنصر البشري هو المتحكم في التكنولوجيا هو الذي يؤثر عليها وذلك ارتباطا بوجود أشخاص وهم المصممين والعملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتصميم الخارزميات والبرمجيات والذين لديهم عدد من القيم تنعكس بشكل مباشر على طبيعة الخدمات التي تقدمها تلك الوسائل تحدثنا أيضا عن طبيعة العلاقة أو التأثير الإعلام الرقمي على العلاقات الاجتماعية ما بين الأفراد وكيف أن عدد ضخم من الدراسات رصدت أن طبيعة العلاقات الاجتماعية في العالم الإفترودي هي أقل دفئا ومقل دعما أو ترابطا ما بين أفرادها وبتؤدي إلى انعزال الأفراد وإلى أن الآلة في المستقبل ستحل محل العلاقات الإنسانية بشكل أو بآخر كما تحدثنا أيضا عن طبيعة عمل أو البزنس موضل الخاص بتلك الوسائل وهو أنه يقوم بتتبع وجمع المعلومات وسلوكيات المستهلكين وتحولها إلى بيانات يستطيع أن يبيعها إلى طرف ثالث وهو هنا الشركات التسويق والمعلنين وخلافه وهو مصدر الدخل أو النموذج الربحي لتلك الوسائل كعادتنا دائما بنكون بعمل ما يشبه أو التذكرة بما سبق أن تحدثنا فيه في المحاضرة السابقة والتي كانت تحمل عنوان أو الإعلام الرقمي والهوية وأكدنا على عدة نقاط أولها أن الدجيتال ميديا والسوشيال ميديا أو الإعلام الرقمي بشكل عام والشبكات الاجتماعية هي تمثل أدوات مهمة بيقوم الأفراد من خلالها ببناء هويتهم أو عكس هويتهم الشخصية أمام الجمهور العام أو المستخدمين الآخرين والأمر الآخر أن العلماء شبهوها بأنها استيجس أو مصرح كأنها مصرح يقوم هناك الأفراد عليها على عكس هويتهم من خلال التعبير عن تفضلاتهم المختلفة آراءهم السياسية قناعتهم المختلفة ديانتهم أسلوب حياتهم يعني طريقة ملبسهم وهكذا وهذا يتم من خلال يعني تحفيز هذه المواقع للأشخاص طوال الوقت على نشر كافة التفاصيل الخاصة بحياتهم اليومي الأمر الآخر هو ما يعرف بالديجيتال افتر لايف أو حيات ما بعد موت الأفراد وكيف تعكس يعني حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تظل باقية فيما شبهه الأفراد بالموراليتي أو الخلود بمعنى أنه هوية الأفراد بتظل موجودة حتى بعد وفاتهم الأمر الآخر أن استخدام هذه الفضاءات الاجتماعية اعتبروا الأفراد يعني غير محايد أو غير موضوعي لأنه بيتأثر بعدة عوامل اجتماعية زي السن والنوع والسلالة والطبقة الاجتماعية ويدللوا على ذلك بتقسمهم لفئات مستخدمين تلك المواقع إلى فئات معينة زي الديجيتال نيتفز وهم الأجيال التي نشأت وتربط على استخدام الوسيط الرقمي في مختلف أنشطت حياتهم في مقابل الديجيتال اميجرانتس أو المهاجرين الرقميين وهم هنا الجيل الأكبر السن الذي لم يعتاد على استخدام تلك الوسائل كما وصفنا الألجوريزميات أو الخوارزميات بأنها تتسم بعدها من العدالة لأن هناك بعض التطبيقات على سبيل المثال تطبيق التعرف على الوجه بيتعامل بشكل أفضل مع أصحاب البشرة البيضاء خلافا لأصحاب البشرة السمراء وأيضا ذكرنا مصطلح الهوية الخوارزمية واللي بيعتمد على فكرة قيام تلك المواقع المواقع بتشكيل هوية الأفراد أو تصنفهم وفقا لسلوكهم على شبكة الانترنت بيقدر من خلال تتبعه معرفته والقراء السياسية ونمط حياته وثقافته التي يتمنها وأيضا تحدثنا عن الانتقادات التي وجهت لطبيعة التفاعلات الاجتماعية على الوسائط الرقمية واللي وصفه بأنها أقل دفئة وأقل يعني تربطا ما بين الأفراد كما أنها تنتهك خصوصية الأفراد بشكل كبير في هذه المحاضرة سنركز على أربعة محاور رئيسية تتعلق كما سبق أنزلنا بعنوان المحاضرة وهو الإعلام الرقمي التعاوني أو التشاركي بمعنى الذي يشارك فيه المستخدم فالمحور الأول بيتكلم عن الدجتال أو التعاون الرقمي ثم بمعنى ثقافة المشاركة وفي المحور الثالث نعرض أو نمازج وأمثلة لإعلام الرقمي التعاوني وأخيرا ندح ده حدث عن أو ما يعرف بمعضلة المشاركة ثم أخيرا الخلاصة التي نستعرض فيها أهم المحاور والنقاط التي استقلصناها من هذه المحاضرة إذا بدأنا بالحديث عن الدجتال كولابريشن أو التعاون الرقمي فأكد العلماء ودراساتهم وملاحظاتهم المتنوعة أن الدجتال تكنولوجي فاسليت زي اكتف بارتسيباشن اف اندوديولز ان ميديا بوردكشن بمعنى أنه التكنولوجيات الرقمية المتنوعة بتساعد وتسهل عملية المشاركة النشطة للإفراد في إنتاج المحتوى الإعلامي وذلك خلافا لوسائل الإعلام التقليدية كما سبق أن تحدثنا والتي تعتمد في عملها على الاحترافيين أو المهنيين وهم هنا الصحفيين المزعين المعدين ورؤساء التحرير وخلافه كما أكد العلماء أن بمعنى أن المحتوى الذي يقوم المستخدمين بإنتاجه هو محور النجاح وهو عامل النجاح لجميع الشركات التي تعمل في مجال الإعلام الرقمي وليس هذا فقط ولكنها استطاعت أن تؤثر وتحول وتحدث مجموعة من التحولات في عمل وسائل الإعلام الرقمية وده نتيجة أن وسائل الإعلام التقليدية أصبحت تستقي الأخبار والمعلومات من مصادر الإعلام الرقمية ومن بينها حتى صحافة المواطن الذي يكون متوجدا في حدث ما ويستطيع أن يصوره بالصوت والصورة لتنقله عنه فيما بعد وسائل الإعلام الرقمية من أمثلة الإعلام التعاوني أو التشاركي هو البرمجيات الحرة التي تتيح للمستخدمين إمكانية التعديل فيها وتحدثها وأيضا الوايكبيديا وهي موسوعة تتيح للمستخدمين إمكانية المشاركة في كتابة المقالات مع ذكر المصادر التي يعتمدون عليها فهذه هي examples of digital collaboration أو أمثلة للتعاون الرقمية والذي يعتمد هنا على ثقافة المشاركة أو a culture of participation وهنتعرف عليها بالتفصيل فيما متعلق بالقيمة هنا أو العائد من هذا الشكل من أشكال الإعلام فهو هنا في النهاية بيصب في مصلحة الشركات التي تعمل في المجال الرقمي وهي أيضا سنستعرض هذا بالتفصيل أكد العلماء أن من بين أهم التحولات التكنولوجية والاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بالانفورميشن سوسايتي أو مجتمع المعلومات اللي سبق أن استعرضنا ويتحدثنا عنه هو فكرة بمعنى أن من أهم المظاهر المرتبطة بمجتمع المعلومات هو المشاركة المتزيدة للمستخدمين في إنتاج هذه المحتويات وأيضا التعاون النشط في إنتاج المحتويات داخل البيئة الرقمية واللي رأى العلماء أن هذا التطور هو جزء من محاولة توسعة أو منح الجمهور حقهم في الوصول إلى المعلومات ويمكن ده اللي كانوا بيفتقدوه في وسائل الإعلام التقليدية التي كانت تعمل وفق أجندات معينة لم يكن هناك أي مصدر آخر للحصول على المعلومات بالنسبة للمواطن سوى هذه الوسائل المحددة ومن ثم معها ظهور الإنترنت والإعلام الرقمي أصبحت البيئة مفتوحة تماما أمام الوطنين لاختيار مصادر المعلومات المتنوعة والوصول إليها وهو أيضا شكل من أشكال محاولة ديمقراطة أو يعني أنه يكون العملية السياسية والإنتاجية تكون شكلها ديمقراطي أكثر ارتباطا بمجتمع المعلومات الواسع والمتحرن من يعني تحكمات الدول والأنظمة المختلفة الأمر الآخر أنهم رأوا أن هذا التغير هو في الأساس كالتشر برودكشن أو يعتبر تغير في طبيعة الإنتاج الثقافي فكما اعتدنا أن الإنتاج الثقافي كان مقتصر فقط على يعني المؤلفين الأدباء العاملين المحترفين في مجال الأعمال الإبداعية ولكن مع التساع نطاق البيئة الرقمية فأصبح من حق المواطن العادي أنه يشارك في إنتاج هذه المحتويات الثقافية بأقل تكلفة وده ظهر بشكل واضح في الصحافة والعلوم وإنتاج حتى السوفتوير نفسها اللي أصبح المواطن العادي يستطيع ابتكار تطبيقات وبرمجيات متنوعة وحتى في مجالات التصويق بيصف أو الخدمات الرقمية المتنوعة بأنها في الحقيقة أو تفاعلية وبعنى أن هي تفاعلية ووافقة مفتوحة لمشاركة الجمهور العام حتى أن ببعنى أنه حتى هناك أشكال ومواقع معينة هي قائمة بشكل كامل على إنتاج المحتوى بوسطة المستخدمين فقط مثل ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على إنتاج المستخدمين بشكل أساسي ورئيسي ويؤكدوا أن المنصات الرقمية بتقدم فرص متنوعة للمستخدمين حتى يصبحوا منتجين هنا للمحتوى وليس متلقين فقط كما هو الحال في وسائل الإعلام التقليدية بل أنهم أيضا تقدم لهم إمكانية تقييم المضامين والمحتويات الإعلامية وهذا يتم من خلال التعليقات وعلامات الإعجاب أو عدم الإعجاب وأيضا تحسين المحتوى في حد ذاته من خلال قدرة المستهى على المشاركة في التدخل وتعديل المضامين مثل ما يحدث في موقع وايكيبيديا من أشهر الأمثلة على المحتويات التي ينتجها المستخدم أو ما يعرف بالتعاون الرقمي هي وايكيبيديا وهي موسوعة يعني تطيح لأي مستخدم أنه هو يكتب ويحرر حتى يعدل المقالات المكتوبة فهي قائمة في الأساس على مضامين يقدمها المستخدمين وليس الموقع في حد ذاته أيضا إنستجرام من أشهر المواقع التي تعتمد على المنتج الذي يقدمه الجمهور المنصة وهو هنا عبارة عن الصور بشكل رئيسي أيضا موقع وهو موقع متعلق هنا بتقييم أماكن السياحة والسفر والفنادق وهو في حد ذاته قائم على المعلومات اللي بيقدمها المستخدمين واللي بتتم في شكل ريفيوز أو يعني عرض تجربتهم وتقييم تجربتهم لإقامتهم في فنادق معينة أو أماكن سيحية أو مطاعم وبالتالي فهي قائمة في الأساس على معلومات قدمها للمستهلكين تقوم من خلالها بتجميع تلك التقييمات الخاصة بالمستهلكين أو المستخدمين وترتيب الفنادق وفضرياتها بناء على ما قدمه هؤلاء المستخدمون أيضا أدوات مثل أدوات أدوات مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وخدمات بس الفيديو زي اليوتيوب ونيتفلكس وخلافه وخدمات الويكيز وهي أي محتوى يعتمد على تقديمه على المستهلكين بشكل رئيسي بتعتبر هنا العلماء بيعتبرها بمعنى هي القاعدة التقنية اللي تم من خلالها هذا التحول وهو دخول المستهلكين أو المستخدمين إلى مجال صناعة الإعلام واللي ارتبط كما رأى العلماء بمعنى ارتبط بحدوث تغييرات تشريعية أو قانونية وأيضا تغييرات ثقافية فيما يتعلق بالتغييرات التشريعية فقد ظهرت فيه أنه الأنظمة التشريعية في مختلف الدول حدثت أو وضعت ما يعرف بالكابيرايت أو القوانين حماية حقوق المؤلف بحيث أن هي تسهل أو تحمي المنتجات اللي بينتجها المستخدمين على ما يعرف بالسلف بمعنى منصات النشر الذاتي مثل يوتيوب فبالتالي لما المستخدم بينشر يوتيوب منتج يعني أنتجه هو بنفسه فبالتالي يوتيوب بتحمي حقوق ملكية هذا الفيديو بحيث لا يتم سرقته من قبل المستخدمين آخرين أما عن التغير الثقافي الذي ارتبط بدخول المستهلكين إلى مجال انتاج المحتوى فهو كما يؤكد علي العلماء هو ارتبط بظهور مصطلح ما يعرف بالكالتشر أو بارتسيبيشن أو ثقافة المشاركة واللي أصبحت تشكل جزء رئيسي من عملية انتاج المعلومات والمعرفة في مجتمع المعلومات الذي نحيا فيه ونتعرف على تعرفها تفصيلا ثقافة المشاركة هي كما يعرفها هنري وهو أحد العلماء في المهتمين بالإعلام التعاوني أو التشاركي بأن بمعنى بمعنى أنه شاف أنه ثقافة المشاركة المرتبطة بالإعلام الرقمي هي قائمة على فكرة إزالة الحدود والقيود أمام حرية التعبير وأمام الإبداع وأنها قائمة على فكرة الرغبة في مشاركة المحتويات والمضامين مع باقي المستخدمين ومع الجمهور العام وعلى فكرة شعور الفرض بأنه مساهمته ومشاركته هي مهمة جدا ولها تقديرها وقيمتها لدى المجتمع ومن هنا انتشرت فكرة يعني ثقافة المشاركة في المجتمع ارتباطا طبعا بالإعلام الرقمي وما يتيحه للمستخدمين العاديين من إمكانية مشاركة آراءهم وإنتاج المحتويات التي تعبر عن آراءهم في مختلف المضامين أيضا من أهم المصطلحات هو المحتوى المنتج بوسطة المستخدم وهو شديد الصلة هنا بالكالش أو ثقافة المشاركة أو الإعلام الرقمي والإعلام القائم على مشاركة المستخدمين في إنتاج محتوياته العلماء بيأكدوا أنه بمعنى أنه فكرة ثقافة المشاركة أو مشاركة الجماهية في إنتاج المحتوى الإعلامي هي ليست جديدة بشكل كلي أو تماما لأنه فكرة المشاركة أو الإعلام التشاركي هي موجودة من قبل ظهور الإعلام الرقمي ويدللوا على ذلك أو مشاركة الجمهور العام في الإنتاج الإعلامي وفيما كان يعرف سابقا بالألترنتيف ميديا أو الإعلام البديل ويدللوا على ذلك بمحطات الراديو اللي كانت يعني مرتبطة بمجتمعات ضيقة أو مجتمعات محلية معينة وأيضا الصحف المستقلة واللي كانت شكلة من أشكال مشاركة الجمهور ومحاولة لإحداث عملية ديمقراطة يعني أو أنه الاتصال يكون بشكل ديمقراطي بعيدا عن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي تعمل وفق أجندات معينة وقد لا تعبر عن الجماهير وأيضا وسائل الإعلام التي تعمل بشكل تجاري لتحقيق الأرباح وده كان يعني موجود أكثر كمان في المجتمعات الغربية كان في بعض الأحياء أو بعض المدن الصغيرة أستطاح الجمهور العادي أنه ينشئ محطات راديو للتعبير عن الجمهور المحلي الذي كان لا تهتم به وسائل الإعلام القومية وهو ما ظهر أيضا فيما يعرف بالصحافة الإقليمية أو المحلية واللي أنشأها مواطنين عاديين داخل شوارع معينة أو داخل أحياء معينة حتى تتناقل أخبار هذه المناطق التي تتجهلها أو تغفلها وسائل الإعلام القومية أو الخاصة الربحية فهذا الشكل موجود منذ القدم أحد الأمور اللي أكد عليها أيضا العلماء في هذا الإطار أنه التغيرات التكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالإعلام الرقمي أحدثت تغيير فيما يعرف بصناعة الإعلام هل الإعلام في حد ذاته صناعة نعم لأنه الصناعة هي قائمة على عمليات إنتاج معينة وعلى مراحل بيتم منها المنتج وصولا إلى بيعه والحصول على ربح وهذا يتم في مجال الإعلام لأننا نقوم بإنتاج محتويات توصف بأنها محتويات ثقافية أو صناعة ثقافية ونقوم بالتالي بتصويقه والحصول على أرباح إذن فالإعلام في حد ذاته صناعة وهذا التغير في مجال صناعة الإعلام أكد العلماء أنه حدث أو ظهر بشكل كبير في عام ألفين تحديدا مع التحول اللي حصل واللي يمكن تحدثنا عليه سابقا في ظهور أجيال متنوعة من الويب أنه بعدما كان أو كان الويب هو قائم على أحادي الاتجاه بمعنى أنه كان لا يستطيع المستخدم أنه يوفر رد فعل القام بالاتصال أو يشارك في إنتاج المحتوى ولكن التحول حصل لما ظهرت هنا الويب تو وهو هنا الوصف بأنه الويب الاجتماعي أو التشاركي لأنه سمح للمستخدمين بالمشاركة في إنتاج المحتوى وارتبط بظهور مواقع التواصل الاجتماعي اللي أحدثت تغيير عميق في الميديا أو كما سبق أن ذكرنا صناعة الإعلام أو الصناعات الثقافية ويمكن إذا قررنا هذا الشكل يعني الصناعي الاتجاه الذي أصبح الآن في الإعلام الرقمي أو التشاركي سنجد بمعنى أنه المحتوى في وسائل الإعلام التقليدية زي التلفزيون والصحف هو محتوى زي ما بنقول موجه بيسير في محاور يعني بشكل رأسي من خلال توجيه المعلومات هنا أو الرسائل الإعلامية من المنتج واللي بيمثل هنا رؤساء التحرير أو ملاك الوسائل الإعلامية المختلفة وصولا إلى في النهاية إلى السلسلة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة هنا وهي المتلقيين وكان في الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية أي نعم كان لديه الحرية في اختيار المحتوى اللي هو يقرأه في الصحف أو يشاهده في التلفزيون ولكنه لم يكن قادر على المشاركة بشكل شخصي في إنتاج المحتوى أو حتى في إرسال رد فعل أو الفيدباك الخاص به إلى منتج هذه المضامين لأنه كما قلنا وان وي بمعنى أنه كان أحادي الاتجاه وهو هنا ما يحققه الإعلام الرقمي الذي أصبح صنائي الاتجاه وأتاح للمستخدمين توفير رد فعلهم وتوصيل رد فعلهم للقائمين بالاتصال بل والمشاركة أيضا في إنتاج المحتويات الإعلامية أما فيما يتعلق بالإعلام الرقمي على الوجه التحديد ففي السنوات المبكرة لظهور الإنترنت بشكل عام كانت الخدمات التي يقدمها هي متشابهة كانت كما ذكرنا في ويب وان تتيح فقط للمستخدمين أنهم يبحثوا عن المعلومات ويقرؤوها فقط ولكن لم يكن لديهم الفرص لم يكن لديهم المجال لأن يكونوا مشاركين فاعلين في عمليات الاتصال ولكن اليوم بمعنى الخدمات والتطبيقات الرقمية المتنوعة بمعنى 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 أنه أما اليوم في التطبيقات والخدمات الرقمية المختلفة أصبح التواب في المستوى عالي جدا من التفاعل ما بين المستخدمين وما بين الخدمة في حد ذاتها وده هنتعرف على أشكاله بالتفصيل فأصبح هنا زي أو المستخدم يلعب دور محوري في عملية الاتصال بعد أن كان دوره همشي وسلبي في وسائل الأعلام التقليدية وأصبح لديه ليس فقط الفرصة أو يعني إمكانية أو الاستمتاع بالمحتوى ولكن أيضا بمعنى أنه قادر على صنع المحتوى وأيضا على إعادة تحرير المحتويات المنشورة إذا انتقلنا للمحور الثالث والذي يحمل عنوان أو نمازج وأمثلة للإعلام لرقمي التعاوني فبنجد أنها بمعنى أن هي كثيرة جدا ومتنوعة ولكن تؤكد بشكل عام على فكرة أو المشاركة أو خلق أو إنتاج المحتوى أو فكرة مشاركة المحتوى ما بين المستخدمين وبعضهم البعض ويمكن أبرز أشكال الإعلام التعاوني هو البلوكس أو المدونات وهي بمعنى أنها تشبه المفكرات أو المذكرات الإلكترونية أو الصحف الإلكترونية والتي يؤسسها الفرض على شبكة الإنترنت بشكل مجاني تماما يستطيع أن يكتب فيها أراءه الشخصية خبراته الشخصية في مختلف مناحي الحياة أو في تخصص بعينه متعلق بطبيعة دراسته أو طبيعة عمله ويكتبها في شكل مقالات بشكل يتم نشرها بشكل دوري وبشكل يعني متسلسل تاريخيا من الأحدث إلى الأقدم ويضع لها عنوان ويستخدم من خلالها الوسائط المتعددة من نصوص وصور وفيديوهات وروابط فائقة وخلافه وجميع هذه المدونات بشكل عام بتكون مترابطة من خلال الهايبر لينكس أو روابط الفائقة وبالتالي بتكون ما يعرف بالبلوب سفير أو ما يعرف هنا بالبيئة التي تضم مختلف المدونات والتي تتحدث في أمور هي في الأساس يؤسسها المستخدم العادي أو المستخدمين العاديين الأمر الآخر أيضا الأمثلة الأخرى هي السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمثل شكل ومحور كبير جدا فيه معروف بالإعلام التعاوني القائم هنا على مشاركة المستخدمين وأيضا الريتنج سيستمز وهي قائمة على تقييم المستهلكين لمختلف الخدمات أو السلع وخلافه وأخيرا المايكرو بلوجينج بلاتفومس أو ما يعرف هنا بالتدوينات يعني الميكرو أو الصغيرة زي تويتر لأنه بيسمح بالتدوين ولكن في حدود عدد معين من الحروف الأمر الذي سهل ظهور ما يعرف بالبلوكس أو المدونات هو ظهور ما يعرف بالبلوجينج بلاتفومس وهي منصات تطيح لأي مستخدم إمكانية تأسيس مدونة بشكل سهل جدا بمجرد تأسيس حساب عليها واختيار عنوان للمقدم المقدمة وشكل تصميم معين يختاره من بين النمازج اللي بتقدمها له ويمكن أشهر هذه المنصات هو الورد برس والذي لا يحتاج هنا المستخدم إلى أنه يكون عنده مهارات تقنية معينة وبالتالي أتاح هذه المنصات للجمهور العام أنه يشارك في عملية الكتابة وإنتاج المحتويات الثقافية وكتابة المقالاة ونشرها بشكل بسيط وسهل جدا بعد أن كانت هذه المهمة مكتصرة فقا على جورناليستس أو الصحفيين والكتاب المحترفين الذين يعملون في مجال إنتاج المنتجات الثقافية شكل آخر من أهم أشكال الإعلام التعاوني العقمي وهنا ما يعرف بالويكز وأي يعني منصة تبدأ بويكي هي تعني أن هذا المحتوى المعروض هو قائم أو هو من إنتاج المستخدمين بشكل عام فهي برمجيات قائمة على الكتابة الجماعية ما بين عدد ضخم من المستخدمين بمعنى أنه المقال الواحد هو ليس فقط يكتبه فرض واحد ولكن متاح لمختلف المستخدمين أنهما يشاركوا في كتابته وفي تعديله ومع ذكر المصادر في نفس التوقيت ويمكن أشهر مثال للويكز أو لهذه المنصات القائمة من إنتاج المستخدمين هي الوايكيبيديا وهي تتكون من مقطعين ويكي كما ذكرنا وهي معبرة هنا عن يعني أي محتوى بينتجه المستخدمين وبيديا هي مقفوزة من كلمة إنكيلوبيديا أو موسوعة كاختصارا لأن هي موسوعة بتضم مختلف مقارات عن مختلف الموضوعات اللي تهم الأشخاص ولكن هي نون بروفيد بمعنى أن هي لا تستهدف إلى تحقيق الربح وبيتم كتابتها بوسطة ألاف ومئات من المستخدمين حول العالم أيضا من أشهر نمازج الإعلام التعاوني الرقمي هنا الخدمات التجارية هنا والتي تستهدف تحقيق الربح مثلا اليوتيوب والإنستجرام والتي تسمح لمستخدميها بإمكانية النشر ويعني الإشارة إلى آخرين ومشاركة الفيديوهات الخاصة بيهم والصور على تلك المنصات وبالتالي فهي منصات قائمة بشكل أساسي على المحتوى الذي ينتجه ويقدمه المستخدمين وليس المنصة في حد ذاتها الأمر الذي أكد عليه العلماء في هذا السياق بمعنى أنه نجاح تلك الخدمات وانتشارها الجماهيري الواسع لا يرتبط فقط بفكرة استخدام أو وجود زي ما ذكرنا ورد بريست أو مختلف التقنيات اللي بتتيح يعني النشرة فقط ولكن يرتبط أيضا بفكرة أنه معنى انتشار المعدات في حد ذاتها رخيصة السمن اللي بيتم بها إنتاج المحتوى فقديما كان إنتاج المحتويات يعني يعني يتطلب معدات ضخمة جدا وستوديوهات ومعامل ومواد خام متنوعة لإخراج الصحف أو المواد الإزعية والتلفزيونية والأفلام ولكن مع انتشار الكاميرات رخيصة السعر والموبايلات رخيصة السمن وخدمات الإنترنت والأهم وجود أبليكيشن وسوفتوير وتطبيقات لعملية تصوير ومنتاج الفيديو على الموبايل وتكون سهلة الاستخدام على سواء الحواسب الشخصية أو التلفونات فأصبح هنا يستطيع أن يتعلمها بمفرده عبر فيديوهات توضوحية منتشر على الإنترنت وبالتالي ينتج الفيديوهات والمحتويات الخاصة بيها وينشرها عبر مختلف المنصات الرقمية من بين أهم الأشكال أيضا التي تقوم على المعلومات اللي بيقدمها المستخدمين هي الانلاين ماركت بليس اند ستورز أو يعني المتاجر ما يشبه المتاجر أو الأسواق الإلكترونية ويمكن أشرارها إي باي أند أمازون وهي تقوم على استخدام المعلومات اللي بيقدمها المستخدمين بحيث أنها تحسن خدمتها وده بيتم مثلا سبيل المسال بمعنى أنه على موقع أمازون بنجد أن هناك عدد ضخم جدا من المنتجات والسلع لشركات متنوعة بيتيح الموقع للمستخدمين أنه هم يكتبوا تجربتهم وتقييمهم لاستخدامهم لتلك المنتجات وأنه هم يقيموها وفق نظام معين وبالتالي بيدوا هذه المواقع معلومات قيمة جدا بتقوم تلك المنصات بجمعها وتقدمها بقى هنا للجمهور عشان تسهل عليه عملية اختيار المنتج الأفضل بناء على تقييمات المستهلكين من أبرز أيضا الأشكال أو التعاونية أو أشكال الانتاج الرقمي التعاوني هو ما يعرف بالمشاب وكلمة المشاب تعني عملية تجميع إن هي حاجة متجمعة من مصادر مختلفة ودي بتسهل عملية أو جمع المعلومات بمعنى إنه بيكون تطبيق أو موقع معين قائم بالأساس على فكرة تجميع المعلومات من المستخدمين ويمكن أشهرها أو خرائط جوجل والتي تعرف بأنها خدمة لتقديم يعني خرائط تفاعلية بتطيح هنا للمستخدمين بمعنى إن هي قائمة على فكرة إنه إنت لو دخلت على جوجل ماب ستجد هناك خيارات تسمح لك بإن إنت تحدد مثلا اسم شارع معين اسم شركة معين اسم مكان معين فبالتالي هذه المعلومات اللي إحنا بنجدها على الجوجل ماب هي ليست من قبل القائمين على هذا الموقع ولكن ها معلومات استطاعت أن تجمعها من المستخدمين نفسهم اللي بيدخلوا ويضعوا هذه البيانات أو حتى من بتجمعها من مواقع أخرى بتقوم بتعريف أماكن وشوارع وأماكن جغرافية معينة وبالتالي بتقدم في النهاية للمستخدم الأخير تلك المعلومات أيضاً 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 من نمازج القائمة على فكرة الخرائط التفاعلية أو المشاب بلاتفورمس أو المنصات القائمة على تجميع المعلومات من المستخدمين هي منصة جوشادي وهي كلمة يعني مشتقة من كلمة شاهد أو شهادة وهي خدمة غير ربحية يعني بتقوم على فكرة تقديم أيضاً خرائط تفاعلية قائمة على فكرة جمع المعلومات عن الأماكن الجغرافية المختلفة والمواقع وأسماء الأماكن من خلال المعلومات اللي بيقدمها المستخدمين سواء عبر الإيميل أو الرسائل النصية القصيرة وارتبطت في الأساس بفكرة صعوب الدخول وسائل الإعلام التقليدية أو تغطيتها مثلاً للناتشرال ايفنت أو الكوارث الطبيعية زي ما حصل في يعني زلزال هايتي فكان هنا المستخدمين هما اللي بدخلوا على هذه المنصة ليحددوا الأماكن اللي حصلت فيها الحوادث وأماكن ونقوع تلك الكوارث والتي لم تستطيع وسائل الإعلام التقليدية معرفتها على وجه الدقة وبالتالي بتسمح للمستخدمين أن هما يشكلوا الخرائط وإماكنها على هذا التطبيق أو الموقع شكل آخر من أشكال الإعلام التعوني وهما يعرف بالتاكنج تكنولوجيز يعني هنا والتي يقوم فيها المستخدمين بتمييز المحتوى بتاعهم ببطاقات معينة أو متصقات معينة بتحدد هنا طبيعة الكونتينت أو المحتوى اللي هما بيقدموه أبرز الكلمات المفتاحية المرتبطة بالمضمون اللي هما بيقدموه أيضا المصطلحات الأخرى المرتبطة وده بيسهل وصول الجمهور للمحتويات المرتبطة ببعضها البعض فعلى سبيل المثال إذا استطعت إنشاء مدونة وقمت بكتابة مقال مثلا عن الأخبار الزائفة المرتبطة بفيروس كورونا ففي النهاية بتوفر لك التدوين في الأسفل إضافة ما يعرف بالتاجس أو هنا يعني اللي هي يعني ارتباطات معينة بتقوم من خلالها بوضع الكلمات المفتاحية المرتبطة بموضوعك زي مثلا كورونا زي الأخبار الزائفة ومختلف المصطلحات اللي انت تناولتها في هذا المقال وده بيسهل عملية ظهور هذا المحتوى اللي انت ذكرته للمستخدمين عندما يقوموا بالبحث عن محتوى خاص بالأخبار الزائفة عن كورونا فبالتالي المضمون اللي انت قدمته هيظهر بشكل أسرع من خلال تلك التجز أيضا من أشهر الأشكال على يعني النماذج الإعلام الرقمي التعاونية والتي تعتمد على المستخدمين هي ما يعرف بالريتنج سيستمز أو أنظمة التقييم واللي بتسمح للأسراد انهما او يعملوا عملية تصويت أو تصنيف أو تقييم رقمي من واحد إلى خمسة بدرجات معينة على محتوى بعينه أو سلعة معينة وده النظام اللي بيعمل به منصة أمازون اللي بتطيح للمستهلكين للسلع المتنوعة أنهما يعملوا أو يكتبوا أراءهم على تلك المنتجات حتى تساعد المستخدمين الآخرين في اتخاذ القرار وأيضا أنهما يعملوا عملية تقييم على من الدرجات كما هو موضح في هذا الرسم على إعجابهم بالمنتج من واحد إلى خمسة وخمسة والأعلى وواحد هو الأقل وأيضا عمليات التقييم اللي بتتم على موقع يلب وهو موقع يتيح المستخدمين تقييم المطاعم المختلفة بناء على تجربتهم لها بنجوم معينة وأيضا وأيضا موقع ريت ماي بروفسورز أو تقييم أسدزة الجامعات وده موقع بيسهل للمستخدمين أن هما يدخلوا ويكتبوا قراءهم في مؤسسات تعليمية معينة ويقيموا الأسدزة وحتى يساعدوا غيرهم من الجمهور اللي يمكن بيبحث عن جامعة معينة أو مدرسة معينة أنهما يستطيع الاختيار بناء على تقييمات غيرهم من الطلاب أو المستخدمين لتلك المدارس أو الجامعات وخلافه فبالتالي هذه الأنظمة للتقييم تختلف في آلية التقييم مثلا أنه يضع جريد أو درجة كما يحدث فيه موقع يلب واللي بتقوم هذه المنصات بتجميع تلك التقييمات بحيث أنها تصنف يعني المطاعم أو السلع من الأفضل إلى الأقل أو الأقصر الشعبية إلى الأقل الشعبية أو الأعلى تقييما بحيث أنها تساعد المستهلكين الآخرين في اتخاذ قرارهم هذه المشاركة أو النظام اللي بيقوم عليها هذه المواقع معتمد بشكل رئيسي على أنه يجعل المعلومات المقدمة على تلك المواقع أنها مور ريليبل بمعنى أنها موثوقة أكتر لأنها مبنية على خبرات حقيقية للمستخدمين وبالتالي بتقلل أو تقيد بمعنى أن هي بتقلل فكرة أنه يكون هذه المحتويات أو التقييمات غير صحيحة أو متحيزة لصالح الشركات أو السلع ويمكن في ختمها هذه الجزئية أو هذا المحور بيؤكد أن العلماء أنه ظهور هذا الإعلام التعاوني وليس فقط تطور مرتبط بالتكنولوجيا في حد ذاتها وما أتحته من مصادر متنوعة للجمهور للمشاركة ولكن مرتبط أيضا بظهور كما أكدنا أو فكرة ثقافة المشاركة اللي يمكن كان افتقدها الجمهور مع ظهور وسائل الإعلام التقليدية زي التلفزيون والصحف واللي ما كانتش بتساعد أو بتشجع الجمهور أو المستهلك على المشاركة في مضامنها المختلفة وبالتالي كان جمهور سلبي وهو هنا على العكس ما حدث في الإعلام الرقمي اللي أحدث عملية تغيير في الكالتشر اندستري كما سبق أن ذكرنا أو في الصناعة الثقافية المختلفة ننتقل إلى المحور الرابع والذي يحمل عنوان والضيلمة هنا تعني معضلة أو وجود أمر غامض ويوجد عليه تعدد في الأراء ووجهات نظر مختلفة وهو هنا ارتبط بفكرة أنه الأبحاث التي أجريت على الإعلام التعاوني أو ثقافة المشاركة في عام منذ عام 2000 كما سبق أن أكدنا أكدت أنه هذا الإنتاج التعاوني اللي بيتم فيه ديجيتال ميديا أو من خلال الإعلام الرقمي كشكل من أشكال الديمقراطية أو إدخال الديمقراطية في بيئة الإعلام بشكل عام اللي كانت فيما سبق مقيدة بسياسات ومختلفة وطبعا مرتبط بفكرة ظهور كما سبق أن أكدنا أو مجتمع المعلومات اللي بيتيح لمختلف المستخدمين المشاركة والتعبير عن أراءهم والوصول إلى المعلومات المتنوعة هذه الفكرة المثالية لمشاركة المستخدمين وصون كراتيكريز بمعنى أن هي تم انتقاضها لأنهم شايفوا أن هي متى ناولتش ما يعرف بـ إنه مين بيتحكم في سلطة هذه المواقع أو في سلطة البيئة الرقمية رأوا أنه ليس المستخدم بالتأكيد ووضع عدة دلائل على ذلك ورأوا أن استخدام كلمة هو بمعنى أنه يعني في حد ذاته موقف غامض ويحتاج إلى التفسير والعمق في دراسته وتحليله من أبرز يعني الوجهات النظر اللي تبنيها العلماء في هذا الإطار هما أنه رأوا أنه في النظرية أو النظريات السياسية بشكل عام مصطلح المشاركة أو فكرة المشاركة في حد ذاتها هي بتعني سرود بمعنى أنه بتعني إعادة توزيع السلطة بدا وهي في يد فئة محددة لا هنا بتنتقل إلى المواطنين اللي يستطيعوا أنه هما يشاركوا بشكل ديمقراطي حر في عملية صناعة القرار ومن هنا رأوا أنه إذا أخذنا بهذا المعنى أو المفهوم للمشاركة فهم رأوا أنه بمعنى أنهما بيشاركوا بشكل هامشي فقط في عملية صناعة القرار على المنصات الرقمية برغم أنهما منتجين للمحتوى أو مشاركين في عملية إنتاج المحتوىات الرقمية ولكن هذا المصطلح وفقا للعلماء رأوا أنهو مشاركة هامشية فقط وليست ديمقراطية كما تم وصفها وبالتالي رأوا أن بمعنى أن الصناعات الثقافية والخدمات الرقمية التفاعلية ليست تشاركية بشكل كامل كما وصفها البعض الرأي التي تبنىها العلماء في هذا الإطار كان باعتمادهم كما سبق ونذكرنا على نظرية الديمقراطية عشان يحللوا الإعلام التعوني واللي لقوا أنهو في حال الحديث عن مشاركة المستخدمين فيجب أنه يتم التفرقة والتمييز ما بين سلاسة مصطلحات رئيسية أول هذا بمعنى قدرة المستخدم على الدخول إلى قواعد بيانات تلك المواقع التي يشارك هو في إنتاج المنصات المختلفة أو المحتويات المختلفة عليها والأمر الآخر هو الانتر اكشن أو مجرد تفاعل المستخدم مع المحتوى المقدم والأمر الثالث هو البرتسيباشن وهو المشاركة بالفعل في إنتاج المحتوى وفي هذا النموذج أو الموضل رأوا أنه عملية الاجسيز انفورميشن المعلومات في الإعلام الرقمي هي مختلفة تماما عن فكرة مجرد تبادل أو إنتاج المحتوى واللي بتحصل طول الوقت لأنهم رأوا أي نعم أن المستخدم يستطيع إنتاج وتفاعل مع المحتوى ومشاركته مع آخرين ولكنه لا يستطيع يعني لا يستطيع الدخول هنا إلى قواعد بيانات تلك المواقع أو إلى المشاركة في عملية صنع القرار بمعنى أنه على يشارك المستخدمين في كتابة المقالات ولكنهم لا يستطيعون الدخول ومعرفة كيف يتم أو أخذ القرار في تلك المنصات من قبل القائمين عليها بحجب محتوى معين أو بنشر محتوى معين وبالتالي فمشاركة المستخدم هنا مقيدة إلى حد ما ويوضع العلماء عدد من المعايير اللي تؤكد وجهة نظارهم في شكل تساؤلات نترح نشوف ها مع بعض فوضعوا مثلا مثال إن إحنا بنقوم على موقع يلب بعملية التقييم أو إن إحنا بنستخدم هاشتاج معين على انستجرام وده شكل يعني اعتبروه شكل سطحي من أشكال المشاركة وأيضا شكل المشاركة على وايكبيديا كما سبق أن ذكرنا شايفوا إن هي أو إن المشتخدمين بيشاركوا بشكل جزء فقط لأنهم لا يستطيعون التحكم في عملية أو عملية اتخاذ القرار على تلك المواقع والتي هي في أيدي ملاك تلك المواقع بشكل أساسي ويقام عدد من العلماء بتحليل كما سبق أن ذكرنا العوامل السياسية والتنظيمية حتى يستطيعوا التفرقة ما بين ما يعرف بالcontent sharing أو الشكل البسيط من مشاركة المحتوى ويإنتاجه والشكل الآخر هو التعاون أو المشاركة في عملية اتخاذ القرار على تلك المنصات التي توصف بأنها منصات تعاونية قائمة على إنتاج المستخدم أهم هذه الخمسة نقاط التي استخدمها أولا العلماء لتفرقة ما بين فعلا كلمة المشاركة وإمكانية دخول المستخدمين ومشاركتهم في صناعة القرار على تلك المنصات التعاونية أول نقطة هي بمعنى النية بمعنى أنهم طرحوا سؤال بمعنى أنه هل المستخدمين هنا وهم يقومون بالمشاركة في صناعة المحتوى هم على وعي تام ولديهم النية فعلا لمشاركة في إنتاج تلك المحتويات وأنهم لديهم هدف أو مصلحة تجمعهم بعملية فكرة تجميع المحتوى ومشاركته مع الآخرين وهل هم على وعي وعلى إدراك بأن المحتوى اللي هم بيقوموا بصناعته بيتم تجميعه وإدارته بواسطة آخرين وهم هنا المتحكمون في تلك المواقع الأمر الآخر هو مدى تحكم المستخدمين هنا في عملية الطريقة التي يتم عمل بها تلك المواقع بمعنى أن هم سألوا هل من حق المستخدمين أن هم يتنقشوا مع ملايك هذه المواقع في طبيعة القواعد اللي بتحكم عملها وعملية النش أم أنهم يقوموا بقبول كافة القواعد التي تضحها تلك المواقع بشكل سلبي الأمر الثالث يتعلق بالأونرشيب أو العملية الملكية وهم هنا طرحوا سؤال بمعنى الملكية هنا لها تلك المنتجات الموجودة على تلك المواقع يعني من يمتلكها هل هنا المستخدم العادي أم تلك الشركات والتي تدير تلك المواقع ومن الذي يستطيع أن يحقق أرباح فعالية من وراء تلك المضامين الأمر الرابع يتعقق بالأكسس بريتي بمعنى إمكانية ويسهولة الدخول لتلك المواقع ويطرحوا سؤال به كان بمعنى من يستطيع المشاركة في عملية إنتاج المحتويات على تلك المواقع وكيف تتم تلك المشاركة كل هذه الأمور رأوا العلماء إن هي اللي تحدد هنا مدى يكون تلك المشاركة فعلا ديمقراطية كما سبق أن عرفناها أم لا الأمر الخامس والأخير وهو المساواة بمعنى أن هل هذه المواقع تعمل بشكل تسلسل هرمي معين أم أن كل المشاركين يحصلون على نفس الوزن ونفس القوة في عملية اتخاذ القرار ومن خلال تحليل العلماء لتلك الأسئلة أو النقاط اللي هما وضعوهم وتحليلهم للديجيتال تشيرينج أو عملية المشاركة الرقمية والتعاون الرقمي رأوا أن هناك فارق كبير ما بين الديمقراطي أو المشاركة الديمقراطية وما بين عملية يعني اللي بيقوم فيها الأفراد هنا بإنتاج محتويات بتقوم الشركات الملكة لتلك المواقع بتجمعها بحيث أن هي تحقق من خلايها أرباح معينة وهو كما نعلم يرتبط بكون تلك المنصات هي في الأساس مملوكة لشركات تجارية خاصة تستهدف الربح بشكل رئيسي وبالتالي رأوا أنه هذه العمليات الربحية والتجارية معنى أنه تلك التحكمات وسيطرت هذه الشركات على تلك المواقع أزالت تماما سلطة وكوة المستخدمين المزعومة وطبيعة الرؤية المثالية لمشاركتهم في إنتاج المحتوي الرقمي لأنه في النهاية هو بيصبح مملوك لتلك الشركات والتي تحقق من خلاله أرباح هذه الشركات كما يرى العلماء والتي تدير مواقع مثل اليوتيوب والفيسبوك أو يلب هي بتميل إلى تعريف نفسها بأنها بلاتفورمس أو منصات وذلك يعني من وجهة النظر التكنولوجية ولكنها من ناحية أخرى قصة المنصات أو البلاتفورمس علشان تعرف نفسها بأنها open for users to produce and share content they have created themselves بمعنى أن هي بتقول أننا منصات مفتوحة لمختلف المستخدمين يستطيعوا إنتاج ومشاركة كافة المحتويات التي ينتجوها بأنفسهم ويزورد بلاتفورمس أو مصطلح البلاتفورمس أو المنصات بيشير إلى بناء أفقي يستطيع أي مستخدم عادي أنه هو يشعر أنه هو يمكن سماعه ورؤيته من قبل مختلف الموجودين داخل هذه البيئة الرقامية وعلى تلك المنصة ويرأى العلماء أنه من خلال استخدام هذا المصطلح والقائم على فكرة مشاركة المستخدمين زي ومختلف الخدمات التي تطيع مشاركة المحتوى بيقوم أصحاب تلك المنصات بعرض أنفسهم أو بتصوير بأنفسهم بأنهم متنصات أو محايدة أو يعني فضاءات ديمقراطية بتعمل وفق نظام اتصالي وفق بيتيح لمختلف المستخدمين تبادل المعلومات وليس بشكل رأسي ولكن هذا الأمر كما أكدنا هو ظاهري فقط لأنه هذه المنصات ليست حرة بالشكل يعني المتصور لأنها تتحكم فيها تلك الشركات الملكة لها الأمر الآخر الذي أكد عليه العلماء في هذا الإطار أنه فكرة الإبداع أو المشاركة في إنتاج المحتوى الرقمي هو يمثل جزء من الأيدولوجية أو الفكر اللي يعني يرتبط بالكوميرشال أو فكرة الأغراض التجارية بشكل أساسي لأنه السوشيال ميديا أو مواقع أو الشركات الملكة لمواقع التواصل الاجتماعي هي قائمة في الأساس على أو المحتوى اللي بينتجه المستخدم زي الصور على أو على يوتيوب أو حتى أو التقييمات على يلب ويشافوا أنه تقديم هذه المواقع لأنفسها بأنها بمعنى أن هي منصات حر للتعبير الحر والاتصال الحر ده مجرد شكل وظيفي بمعنى أنها بتستخدم هذا المصطلح الوهمي أو الزعف لخدمة أهداف تجارية وإقتصادية بحتة خاصة بتلك الشركات التي تدير تلك الخدمات وأنه وصفهم لنفسهم بأنهم محايدين ومنصات مفتوحة هو مجرد إخلاق لمسئوليتهم عن بعض المحتويات اللي قد تكون اللي يجل أو غير قانونية واللي بينتجها المستخدمين زي الأفلام اللي بيتم سرقتها أو عرضها على تلك المواقع أو حتى خطبات القراهية اللي بينشرها المستخدمين وبالتالي هنا هي بس بتوصف نفسها بأنها منصات مفتوحة ولكن ده كشكل بس وليحماية نفسها من أي محتويات قد ينتجها المستخدمين وبالتالي تخلي مسؤوليتها عن تلك المحتويات وبالرغم من أن هذه المنصات قائمة كما سبق أن ذكرنا على أو المشاركة الجماعية للمستهلكين أو المستخدمين واللي بيرى المستخدمين أنه بيقوم المستخدمين في كثير من الحالات بإنتاج محتوى بهدف طبعا غير ربحي أو قد لا يدرك المستخدمين أنه هذه المواقع هي مواقع تجارية تمام ولكنها في الحقيقة من وجهة نظر هذه الشركات التي تمتلكها هي جزء من البزنس موديل أو النموذج الربحي اللي بتقوم عليه تلك الشركات المالكة لتلك المواقع فعلى يوتيوب على سميل المثال بيمتلك هنا المستخدمون فقط ملكية المحتويات اللي بينتجوها زي فيديوهات ينتجهم محتوى بينتجهم مستخدم معين ولكن الشركة نفسها أيضا تنتلك عدد آخر من الحقوق وهي إمكانية استخدام هذا الفيديو في مثلا محتويات دعائية أو إعلانية وهذا قد لا يدركه المستخدم العادي ولكنه بيكون موجود في بنود استخدام هذا الموقع والذي قد لا يكون المستخدم العادي تعرض لها أو وافق عليها من باب أنه يستطيع أن ينشئ محتوى وينشئ قناة خاصة به وينشر محتوى فبالتالي هنا المستخدم ليس هو المالك الوحيد للمنتج الذي قام بنشره على تلك المنصات المواقع لأن المنصة في حد ذاتها لها أيضا حقوق ملكية في هذا المحتوى أيضا المثال الذي سبق أندللنا به وهي المشاب ماب أو يعني الخرائط التفاعلية أو اللي بتجمع من مصادر متنوعة زي الجوجل ماب والتي تقوم في الأساس على مشاركة المستخدمين بتقوم تلك المنصات بتجميع كافة البيانات عن الأفراد وموقعهم الجغرافية وده بيتم بشكل زي ما قلنا الجروزماتيك أو بمعنى أن هناك برمجيات بتسمح بجمع كافة البيانات عن المستخدمين وموقعهم الجغرافية ومساهمتهم المتنوعة وتحولها إلى شكل بيانات تستطيع فيما بعد يعني التحكم فيها وتحولها لقواعد بيانات تستطيع باحها لأطراف سالسة لأغراض متنوعة وبالتالي رأى العلماء أنه مشاركة المستخدمين هنا هي في الأساس باسفلي أو يعني مشاركة سلبية فهم بيقوموا بإمبروفنج بلاتفورم أو تحسين المنصة ومساعدة في تحسين يعني المحتوى المقدم عليها بمشاركاتهم المتنوعة ولكنهم يفتقرون تماما لـ بمعن أنه لا يتحكموا هنا في عملية صناعة القرار أو في طبيعة دورهم أو ما يحدث في تلك المعلومات التي قدموها لتلك المواقع لأن هذه القرارات هي في الأساس في يد ملاك تلك المواقع من بين أيضا العوامل الأخرى التي اهتم العلماء برصدها في عملية المشاركة للمستخدمين هي طبيعة تأثير عوامل زي النوع واللغة والعرق أو السلالة على المساواة في عملية مشاركة المستخدمين في إنتاج الكولاربتف ميديا أو الإعلام التعاوني فمثلا في حال دراستهم لي الوايكبيديا وطريقة عملها والقائمين بالاتصال عليها رأوا أنه أي شخص بيتيح لي إمكانية كتابة وتصحيح يعني المحتويات ولكن رأوا أنه هذا لا يتم بشكل ديمقراطي كامل لأنه رأوا أن طبيعة عمل تلك المنصات هي جندرد بمعنى أن هي متحيزة لنوع اجتماعي بعينه وأن هي بتفضل المشاركات اللي بيقدمها ذكور بشكل أكبر عن المشاركات اللي بيقدمها الإناس ويبتعمل على إظهار تلك المحتويات بشكل أكبر وهو أيضا ما أكد عليه للعلماء من خلال دراساتهم للإيدوتورز أو المحررين اللي موجودين على منصة وايكيبيديا واللي بيمتلكوا هنا سلطة يعني يعني من ينشر ومن يتم حجبه من المشاركات المتنوعة ومن يستطيع المشاركة ومن يستطيع إزالة محتوى معين رأوا أنهم في الأساس ويتمين بمعنى أنهم من الرجال وينتمون إلى أصحاب البشرة البيضاء فيه وجدوا أنه هناك امبلانس أو عدم توازن أو يعني عدم عدالة في تلك المنصات التي تصف نفسها بأنها منصات ديمقراطية مفتوحة لمختلف المستخدمين فرأوا أنه الوايكيبيديا هي متحيزة ضد الفيمانيزم أو المضامين حتى المتعلقة بالنساء ومن هنا خلص العلماء إلى أن تلك النماذج والأمسرة والاستشهادات تؤكد على أن التكنولوجيات المفتوحة لمشاركات المستخدمين والإعلام التعوني هو ليس شكل كامل من أشكال بمعنى أنه شكل غير ديمقراطي بشكل كامل وأنه في حد ذاتها مشاركة المستخدمين يجب هنا أن يفرقوا الباحثين ما بين طبيعة مشاركتهم وطبيعة استقلالية الفرد وطبيعة تكونوا جزء من كوليكتف بروسس أو عملية جمعية بتتحكم فيها أطراف آخرين وبالتالي هنا ليس الديمقراطية لأنه لا يمتلك المشاركة في صنع القرار الخاص بطبيعة العمل على تلك المنصات الرقمية ويمكن وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة والتي نستعرض دائما فيها أهم الجمع المختصرة أو لاستخلصناها من هذه المحاضرة فكانت أول نقطة تتعلق بأن التكنولوجيات الرقمية بتسهل بتسهل عملية مشاركة الأفراد في إنتاج المحتويات الإعلامية وهو ما لم يكن موجودا بشكل واسع ومنتشر في وسائل الإعلام التقليدية القديمة زي الصحف الغرقية والتلفزيون والإزاعات الراديو الأمر الآخر أن الديجيتال كولابريشنز أو الإعلام التعاوني أو أشكال الإعلام التعاوني المختلفة بتعتمد تعتمد بشكل رئيسي وكبير على انتشار ما يعرف بثقافة المشاركة التي ارتبطت بظهور تلك التكنولوجيات الحديثة والتي كان يفتقرها المجتمعات مع ظهور الوسائل الإعلام التقليدية التي كان المستخدمين فيها سلبيين وغير قادرين على إيصار ردود أفعالهم أو المشاركة في إنتاج المحتويات الأمر الثالث أن المنصات الرقمية بمعنى أن المنصات الرقمية أصبحت توفر فرص متنوعة للمستخدمين حتى يصبحوا منتجين للمحتوى ويساهموا في عملية تقييم وتحسين المحتوى عبر تلك الخدمات المتنوعة وضربنا أمثلة لها زي وايكي بيديا وهي الموسوعة القائمة على مشاركة المستخدمين في كتابة مقالات متنوعة ثم مواقع التواصل الاجتماعي القائمة بالأساس على المحتوى الذي ينتجه المستخدمين من فيديوهات وصور وخلافه والمشاركة سيرفزيس أو الخدمات التي تقوم على عملية تجميع المعلومات من مصادر متنوعة يقدمها المستخدمين زي والقرائط التفاعلية الأمر الآخر الذي رصدناه هو الأنظمة التشعية والقانونية في مختلف الدول بدأت تضع ما يعرف بالكابيرايت أو حقوق ملكية يعني قوانين حقوق الملكية حتى تحمي أو المنتجات اللي بيقدمها المستخدمين على منصات النشر الذاتي زي يوتيوب وخلافه ثم أكدنا على أن يعني بيشاركوا بشكلها مشي فقط في عمليات صناعة القرار على تلك المنصات التي توصف بأنها تعاونية وأنها قائمة على مشاركة المستخدمين وذلك لأن تلك المواقع تمتلكها شركات خاصة هي صاحبة القرار الأخير في عمليات يعني النشر على تلك المواقع وأن أعمال أو المحتويات اللي بيقدمها المستخدمين بتقوم تلك الشركات بتجميعها لتحقيق أرباح من ورائها بتصب في النهاية في صالح تلك الشركات وبالتالي فهذه الشركات أزالت السلطة أو القوة المزعومة للمستخدمين وأنهم بالطبيعة الحال لا يمتلكون القدرة على المشاركة في صنع القرار وبذلك نكون انتهينا من هذه المحاضرة أتمنى أن تكون محاضرة سرية وسهلة الاستيعاب وبشكركم لحسن استماعيكم وألقاكم بإذن الله في حلقة النقاش وفي محاضرات أخرى جديدة وسرية أيضا شكرا جزيلا شكرا جزيلا